لا يزال جناح الجزائري في معرض باريس للكتاب يصنع الحدث فقد عرف إقبالا كبيرا من قبل الزوار ورجال السياسة والثقافة في فرنسا حيث قامت وزيرة الثقافة الفرنسية أدري أزولايا بجولة داخل الجناح إضافة إلى مدير المحاد العالم العربي بباريس عبروا من خلاله عن إعجابهم بالإصدارات الأدبية والموروث الثقافي الجزائري ياسميلا خضرى مثلا واحد من الكتاب الكبار إضافة إلى كمال داود لديه موهبة حقيقية في الكتابة منذ مدة وأن ملاع بالأدب الجزائري الملتقايات الفكرية والنقاشات الأدبية التي نظمت بمناسبة الصالون استقطبت جزءا هاما من المهتمين بالحقل الثقافي الجزائري تم من خلالها تبادل الرؤى حول قضايا ثقافية عدة ذات الاهتمام المشترك اليوم تدريجيا يمكن فعلا أن نحسن الوضع للمثقافين والمبدعين والكتاب لأن المستقبل مرهونا بالثقافة والتربية والعلم والمعرفة ونظمت الصفارة الجزائرية بباريس حفلا تكريميا للمثقافين الجزائريين من أدباء وممثلين والنقادة سينمائيين خاصة وأن الجزائر تشارك في هذا الصالون بأكثر من 43 ناشرا محترفة هي فرصة سانحة لتعرف أكثر وتعرف قصنطنا على مستوى العالمي مدام هذا الصالون صالون عالمي وتستمر النشاطات الثقافية للجناح الجزائري بالصالون إلى غاية نهايته حيث ستعرف الأيام المقبلة عملية بيع بالإهداء لأدباء عدة وملتقاية فكرية مسغرة حول الثقافة الجزائرية بمختلف مكوناتها لقناة الشروق نيوز محمد بوشيبا الصالون الدولي للكتاب باريس